موسيقى مشاهد الكرام اهلا ومرحبا بكم بعث فخامة الرئيس عبدالرب منصرهادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة الى نظيره الصومالي محمد عبدالله فارماغو هنه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وادائه اليمين القانوني رئيسا جديدا لجمهورية الصومال الشقيقة وشاد رئيس الجمهورية بالعلاقات الثنائية بين البلدين وما تتمتع به من تطول وازدهار في مختلف المجالات مثمنا موقف الصومال قيادة وحكومة وشعبا الى جانب اليمن وشرعيته الدستورية واكد فخامة الرئيس حرصه الدائم على تعزيز العلاقات المتينة وتنميتها والدفع بها الى افاق رحبة لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وعبر رئيس الجمهورية عن خالص التهاني واصدق التبريكات لفخامته بهذه المناسبة متمنين له مفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الشقيق المزيد من التطور والنماء في ظل قيادته الرشيدة اكد رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية للخدمات التي تمس حاجة المواطن والنهوض بها الى مستوى افضل في مختلف المحافظات جاء ذلك خلال استقباله في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن محافظ ارخبيل سقطرة لواء سالم السقطري بحضور وزير المالية احمد عبيد الفضلي مثمنا جهود السلطة المحلية ومتابعتها الخدمات الاساسية التي تهم المواطن السقطري الذي عانى طويلا من قلة الخدمات في السنوات الماضية مشيرا الى ان توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية خلال زيارته الى محافظة ارخبيل سقطرة تقضي بتطوير المحافظة وتنميتها والنهوض بها اقتصاديا وخدميا لتواكب باقي محافظات الجمهورية الاخرى وجه رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر باعادة ترميم وبناء وصيانة كليات ومؤسسات جامعة عدن التي تعرضت للدمار اثر الحرب التي شنت ميليشيات الانقلاب واكد رئيس الوزراء خلال لقاه في العاصمة المؤقتة عدن برئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور اهتمام الحكومة بالمؤسسات التعليمية واعادة اعمار الكليات التي تعرضت لاضرار الحرب موجها وزارة المالية باعتماد 300 مليون ريال لاعادة صيانة وترميم مباني الكليات والمختبرات والقاعات واستكمال عملية الترميم والصيانة والتأهيل التي تساهم بعودة الحياة الجامعية الى طبيعتها اخبارنا من الميدان قتل ثلاثة من مسلحي ميليشيات الانقلاب واصيب خمسة اخرون في مواجهات مع الجيش الوطني شرق وغرب محافظة تعز وقال مصدر عسكري بقيادة محور تعز ان مدفعية الجيش الوطني قصفت مواقع الميليشيات المتمركزة في الشرف والقعشة والعدنة جنوب شرق مدينة تعز واضاف استهداف الجيش الوطني مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة مكائر بجبل حبشي غرب المدينة واسفر عن مقتل وجرح العديد من مسلحي الانقلاب افادت مصادر في المقاومة الشعبية بان عشرات من ابناء مدينة تأ المخى الساحلية انضموا الى صفوف المقاومة لقتال ميليشيات الانقلاب وقالت المصادر ان اكثر من ثمانين فردا من ابناء مديرية بل مدينة المخى انضموا لمساندة الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية في قتال الميليشيات الانقلابية في مدينة المخى وبحسب المصادر انضم عدد من ابناء مدينة المخى الذين يعملون في خفر السواحل والقطاع الساحلي وما زال شباب المخى يتوافدون للانضمام الى صفوف المقاومة ويأتي هذا في الوقت الذي حرت فيه قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية مدينة المخى وتواصل تمشيط المدينة من بقايا جيوب الميليشيات الانقلابية شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على معسكر يسيطر عليه ميليشيات الانقلاب وقال سكان محليون ان طيران التحالف استاذف معسكر سناع بمنطقة العشاش في حد غرب صنعاء بغارات متتالية واضف السكان ان الانفجارات دوت في ذات المكان بعد تحليق مكثف ومستمر لطيران في سماء صنعاء كما شنت مقاتلات التحالف غارات اخرى استهدفت تعزيزات للميليشيات في منطقة مسورة غرب مديريتهم واستهدفت غارات اخرى مواقع للانقلابيين في مدينة الحديدة غرب البلاد نفذت ميليشيات الانقلاب حملة مدهمات واعتقالات بمدرية والدربيع بمحافظة البيضاء وقالت مصادر محلية ان ميليشيات الانقلاب نفذت تحملة مدهمات واعتقالات في قرية تحمد صرار قيفة بمديرية والدربيع واختطفت عددا من اهالي القرية واضافت المصادر ان ميليشيات الانقلاب اطلقت الرصاص بشكل عشوائي على المواطنين والمنازل في القرية ما ادى الى تعرض المواطن عبدالله احمد حسين الصراري الى جروح خطيرة ختاما شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة